عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات بما يضمن تحقيق استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ووجه الوزير خلال هذا الاجتماع قيادات الوزارة بتكثيف التواجد كل في قطاعه للوقوف على رأس العمل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في هذا الشأن مشيدا بالتطور الملحوظ في منظومة الإسعاف